على الباب الأول في علم النفس الباب الأول في علم النفس عزيزي طلبة وطالبات بيتكون من درسين الدرس الأول بيتكلم عن التفكير والدرس التاني بتكلم عن حاجة اسمها أسس الاستثقار الفعال تعالوا بينا عزيزي طلبة وطالبات نبدأ الأول هذه النوعية من الأسئلة حدد معنى التفكير التفكير عملية معرفية تظهر عند الإنسان بل والحيوان عندما يحاول حل مشكلة وقد ارتبط مفهوم التفكير بمفهوم حل المشكلة ارتباطاً وصيق وتنشأ المشكلة عند الإنسان عندما يسعى لبلوغ هدف معين ولا يستطيع ذلك إذا لجأ إلى السلوك الذي تعود عليه أو سبق تعلمه وقد تكون المشكلة في هذه الحالة إحدى أنواع سلاسة ممكن تبقى المشكلة إما ناتجة عن نقص الوسائل التي تؤدي إلى الهدف الذي ينشده الشخص أو قد تحدث المشكلة أيضاً نتيجة وجود صعوبة في تحديد طبيعة الموقف الذي يوجد فيه الشخص أو قد تنتج المشكلة أيضاً نتيجة نقص القدرة على تفسير حدث غامض أو غير مألوف أو غير متوقع والتفكير بذلك يعتبر من أنواع سلوك حل المشكلة فهو عملية تتألف من مكونات معينة يبقى معنا ذلك عزيزي الطلبة والطالبات أن التفكير إحنا بنلجأ له عندما نقع في مشكلة معينة هذه المشكلة قد تحدث نقص وسائل أو غموض الموضوع أو غموض أو عدم كفاية الأدلة وبالتالي أنت بتفكر عشان تزيل غموض هذا الموقف تعالوا بينا عزيزي الطلبة والطالبات مستعرض سوياً سؤال آخر حلل عملية حل المشكلة يمكن تحليل حل المشكلة للمكونات الآتية عشان نقدر نحل أي مشكلة لابد لنا من عدة خطوات أربع خطوات أولاً الشعور بالمشكلة يبقى أول حاجة لازم أن تشعر أن أنت عندك مشكلة لا يمكن للتفكير الإنسان الموجه أو المنظم أن يبدأ إلا بشعور الفرد بوجود عائق يحول دون وصوله إلى هدف معين وهذا ما يسمى بالمشكلة والتي تكون أحد الأنواع السلاسة السابقة وبالتالي فعندما يكون التفكير غير موجه أو غير منظم يشتت زهن الإنسان بين موضوعات متعددة دون وجود هدف معين وهذا ما يسمى بالتفكير الموجه تعال معي نضرب مثال مثال نفترض أن شخصاً ما عاد من أجازة المصيف فوجد حديقة منزله مهدمة فشعر بموقف محير يحتاج إلى تفسير يبقى معنى ذلك أن أول خطوات حل المشكلة هو لابد أن تشعر أن هناك مشكلة لأن بدون الشعور أن يكون عندك مشكلة يبقى معنى ذلك أن أنت مش هتحل أول إحساسك بالمشكلة هو أول الطريق للمسلمين لحل المشكلة يبقى معنى ذلك أن أعزائي الطلبة الطلبة أن خطوات حل أي مشكلة لابد أن تبدأ بالشعور بالمشكلة تابقوا بعدين تاني حاجة بقى الخطوة الثانية وهي تحديد المشكلة يعني معنى ذلك أن نلاقيك في الشعور بالمشكلة عشان نقدر نحلها وبالتالي إحنا قلنا أن الشعور بالمشكلة هو اللي بيخلي تفكيرك موجه ومنظم حتى تستطيع أن تحل المشكلة تاب لو ما شعرتش أن أنت عندك مشكلة يبقى معنى ذلك أنت مش هتقدر تحل المشكلة طب بعد ما شعرت ان في مشكلة يبقى خطة ثانية وهي تحديد المشكلة تحديد المشكلة بيتمثل فيها عزيزي الطلب والطالبات تعال معايا بقى كده نشوف لا يكفي الشعور بالمشكلة لحلها وإنما لحل المشكلة يستخدم أو يستخدم الإنسان عدة أساليب منها استرجاع بعض ما سبق تعلمه وتخزينه في الزاكرة فقد يلجأ الشخص إلى تحديد المشكلة إلى إجراء بعض الملاحظات المباشرة تم تيجي نطبق الكلام ده على المثال اللي احنا خدنا المرة اللي فاتت احنا قلنا نفترض ان شخصا ما رجع من أجازة المصيف فوجد صور الحديقة مهدم فهنا شعر بالحيرة وموقف محير يحتاج إلى تفسير هنا شعر انه عنده مشكلة بدأ يحدد المشكلة فيها تعال نشوف مثال الشخص العائد من أجازته في المثال السابق قد يبدأ في فحص حديقته فيجد ان الصور الخشبي قد تهدم وان بعض أخصان الشجرة قد تسقطت وان النباتات قد اختلعت من جزورها يبقى هنا بدأ يحدد ان لديه مشكلة يبقى بعد مشاعر انه عنده مشكلة بدأ عزيز الطلب والطلبات يحدد انه عنده مشكلة انه يحددها في ايه بالظبط زي بعد الطلبة لما ييجي يقولك دلوقتي انا مش عارف اذاكر هو حس انه عنده مشكلة لكن مش عارف يحدد هي فين المشكلة بالظبط لابد ان عزيز الطلب والطلبات انك تحس ان انت عندك مشكلة وبعد كده تبدأ تحدد انت مشكلتك في ايه بالظبط طب الخطوة الثالثة بعد ما شعر انه عنده مشكلة بدأ يحدد المشكلة الخطوة الثالثة تتمثل في ايه تعالوا نشوف مع بعض اقتراح الحلول اقتراح الحلول او صياغة الفروض في ضوء ما يتوفر لدى الشخص من معلومات وحقاق وادلة مبدئية يقترح حلولا محتملة للمشكلة وهي عبارة عن افكار مبدئية تفسر الحدث وتسمى بالفروض زي ايه مثلا الراجل اللي رجع وجد صور الحديقة بتاعه ما هو الدم وبدأ يشعر انه عنده مشكلة وبدأ يحدد مشكلة في هدمان الصور واقتلاع بعض الازهار واقتلاع النباتات يبقى معنى ذلك انه هو شعر بالمشكلة واحدد المشكلة بدأ يفرد دعم يفرد فروض ممكن يكون الحادث ده حادث بسبب كذا او كذا او كذا او كذا او كذا او كذا يبقى كل اللي انت بتحطه ده اسمه ايه فروض او صياغة فروض ثم نرجع للمثال بتاعنا ونشوف الفروض اللي فرضها هذا الشخص مثال ففي مثالنا السابق يبدأ صاحب الحديقة بالتفكير في عدة احتمالات منها مثلا اقتحام اللصوص منزله عبس اطفال الجيران بالحديقة هبوب عاصفها قوي يبقى معنى ذلك انه هو وضع سلاسة فروض ممكن يكون فيه لصوص هما اللي دخلوا المنزل وهما اللي هدموا صور الحديقة واقتلعوا الازهار او ان يكون عبس الاطفال الجيران وهم يلعبون هما اللي كانوا السبب في هذه المشكلة او هبوب عاصفها قوية ورياح قوية هي السبب في حدوث هذا الشيء يبقى معنى ذلك ان انت بعد ما بتصيغ الفروض بتبدأ فيه الاحتمال الرابع وهو اختبار الفروض اختبار الفروض لكي يصل الانسان الى الحل الصحيح للمشكلة بين الحلول المقترحة يبدأ في جامعة ادلة يمكن ملاحظتها تؤكد صحة هذه الفروض او عدم صحتها والفرض الصحيح هو الذي يتطفق مع الادلة يكون الحل المناسب للمشكلة فمثلا نعود الى المثال الصابق فاذا كان الفرض الاول صحيحا اللي هو اقتحام اللصوص فلابد ان تكون هناك اثار في داخل المنزل ايضا ولكن صاحبها لم يجد اثرا لذلك وبالمثل كان الفرض الثاني صحيحا فلابد ان تكون اطفال الجيران موجودون في الحقيقة اثناء غياب صاحب الحديقة الا ان صاحب المنزل سالة فعلم ان جيرانه في اجازتهم في نفس الوقت الذي كان هو ايضا في الاجازة وبالتالي لابد من رفض الفرضين السابقين ويبقى الفرض الثالث وهو هبوب الرياح حيث وجد ان الحضائق المجاورة ايضا تعرضت لنفس الضمار والصحف اشارت الى ذلك وحراس المنطقة اخبروه بهبوب عاصفة ومن هنا يقتنع صاحب المنزل ان هذا الفرض ملائم لحل المشكلة يبقى معنى ذلك انه بعد محط الفروض بدأ يختبر هذه الفروض فلم يجد اثرا للصوص خلي بالك عزيز الطلب والطالبات ان انت لاحظ معايا كده انه حط ثلاث فروض الفرض الاول هو اما ان يكون هناك اقتحام لللصوص الفرض الثاني او يكون عبس اطفال الجران الفرض الثالث اللي هو هبوب عاصف قوية طيب نيجي بعد كده للخطوة اللي بعد كده اللي هي اخر الخطوات وهي اختبار هذه الفروض فبدأ في اختبار الفرض الاول فلم يجد اثرا لللصوص يعني مش معقول طبعا اللصوص هيخشوا الحديقة يقتلعوا الزهار ومش هيحاولوا يسرقوا حاجة فلما دخل المنزل لم يجد اثرا لللصوص يبقى معنى ذلك انه تم استبعاد هذا الفرض اما الفرض الثاني اللي هو عبس اطفال الجران فهنا لم يجد اطفال الجران في اماكنهم او في الحي فكانوا في اجازتهم في نفس التوقيت يبقى اذا معنى ذلك انه تم استبعاد هذا الفرض ايضا فلم يجد امامه الا الفرض الثالث وهو هبوب رواقى رياح وعواصف قوية وبالتالي هنا بدأ يسأل وبدأ يستفسر وبدأ يرجع للصحف والمجلات فهنا وجد انه في هذا التوقيت هبت رياح عاصفة شديدة هي كانت السبب في هذا او في هذه المشكلة يبقى معنى ذلك ان احنا كل حاجة في حياتنا عزال طلب والطالبات لابد ان احنا نمشي بهذا النظام الاول نشعر ان احنا عندنا مشكلة تاني حاجة نحدد مشكلتنا ايه بعد كده نفرض فروض ثم بعد ذلك يتم اختبار هذه الفروض فبالتالي لو انت طبقت هذا المسأل على نفسك في الاولى الاخيرة في الفترة اللي احنا فيها دي لابد ان انت ما تيجي مثلا تقول لي انها مش عارفة ذاكر يبقى ايزا معنى ذلك ان انت هنا في مشكلة يبقى الاول لازم انت تحس ان انت عندك مشكلة ثم تحدد مشكلتك في ايه بالضبط هل انت مش عارفة تذاكر المواد كلها ولا مش عارفة تذاكر مادة معينة وبالتالي لابد ان انت تحدد مشكلتك ايه وقديما قال الحكماء ان معرفة المشكلة نص الطريق الى الحل طيب عرفت مشكلتك ايه وعرفت المادة اللي انت مش عارفة تذاكرها ايه هي ابدا بعد كده افرط فروض معا وبعد كده ابدا اختبر هذه الفروض ستصل الى سبب هذه المشكلة واذا عرفت السبب يبقى يمكن حل المشكلة تبتعلوا بين أعزائي الطلبة والطالبات إلى سؤال آخر ما هي العوامل المؤثرة في التفكير وحل المشكلات ما هي العوامل المؤثرة في التفكير وحل المشكلات أعزائي الطلبة والطالبات أن هناك العديد من العوامل تؤثر على التفكير وحل المشكلات هذا السؤال مهم جداً أعزائي الطلبة والطالبات في أربع عوامل هؤلاء الأربع عوامل هم الذين يؤثرون في التفكير وحل المشكلة تعال بقى مع بعض كده نستعرض هذه العوامل الأربع واحد المعرفة السابقة يعني معنا ذلك أنا عايزة أقول لك بس عزيزة طلب والطالبات أن أنت لو عندك معرفة سابقة بالمشكلة ستستطيع أن تحلها أما إذا لم يكن لديك معرفة سابقة بالمشكلة فهنا لن تستطيع أن تحلها وبالتالي تعال بقى نستعرض مع بعض المعرفة السابقة وتأثيرها على حل المشكلة إن حل أي مشكلة تستدعي وجود المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع المشكلة والتي يجب أن يحيط بها الفرد من جميع الزوايا حتى تتضح له المبادئ الرئاسية في حل المشكلة وعدم تقفر هذه المعلومات فإنه يتعذر عليه حل المشكلة كما أن المعلومات السابقة الخاطئة من العوامل التي تعوق الوصول إلى حل المشكلة يعني معنى ذلك أن أنت لو عرضت نفسك لمشكلة ما تعرفش عنها حاجة أو ليس لديك معرفة سابقة بها فهنا سوف تخطأ العامل الثاني العامل الثاني أيضا من ضمن العوامل المؤسرة في حل المشكلة هو التهيئ العقلي طب يعني إيه التهيئ العقلي؟ قد يساعد التهيئ العقلي على حل المشكلة أو يعوق حلها تبعا لتأثير هذا التهيئ العقلي في توجهنا على إدراك العناصر الرئيسية لحل المشكلة فقد يؤدي التهيئ العقلي في بعض الحالات إلى التمسك ببعض الطرق التقليدية لحل المشكلة مما يعوق تنظمنا لعناصر الموقف بطريقة جديدة لحل المشكلة يبقى إيزا معنى ذلك أن العامل الثاني عزيزي طلب الطالبات بيتوقف على التهيئ العقلي وهو الاستعداد العقلي هل أنت مستعد ولديك استعداد أن تحل المشكلة؟ هل لديك استعداد أن تقف أو تستطيع أن تحل هذه المشكلة؟ يبقى معنى ذلك إذا كان الإنسان عنده استعداد لحل المشكلة فسوف يستطيع أن يحلها أما إذا لم يكن لديك استعداد لأنك تحل المشكلة فعمرك ما ستعرف تحل هذه المشكلة يبقى إحنا قلنا أول عامل اللي هو المعرفة السابقة تاني حاجة التهيئ العقلي أما العامل الثالث من العوامل المؤثرة على حل المشكلات وهو السبات الوظيفي طب يعني إيه السبات الوظيفي؟ أن كثيرا من الأشياء لها استخدامات معينة معروفة غير أنه يمكن استخدامها بطريقة أخرى جديدة لأداء وظائف جديدة غير مألوفة فمثلا السكين تستخدم للقطع ولكن من الممكن أن تستخدم أيضا كما فك يعني إيه معنى المثال ده؟ معنى المثال ده أنك ما تبصش دايما لنظرة تقليدية ما تبصش دايما للأمور بنظرتها التقليدية دايما ابحث عن بداء الجديدة ابحث عن وظائف جديدة لا يكون تفكيرك ثابت ولا يكون تفكيرك نمطي ما تكونش زي كل الناس ما بيبصوش على من زاوية إيه؟ من زاوية واحدة بص لأي مشكلة دايما من زاوية جديدة قد تستطيع أن تحلها بسرعة وبالتالي لذلك أطلق علماء النفس على هذا الجمود في استخدام الأدوات بطرقها القديمة وصعوبة اكتشافها الطرق الجديدة لاكتشافها بالسبات الوظيفي وهو نوع من التهيئة العقلي الذي يؤدي إلى جمود التفكير ويعوقه عن اكتشاف وظائف جديدة للأشياء تساعد على حل المشكلة في مواقف جديدة يبقى معنى ذلك أن علماء النفس بيقولوا أن دايما السببات ليه؟ السببات الوظيفي لو بصت لأي مشكلة أو لأي حاجة من زاوية ثابتة زي كل الناس بزاوية تقليدية زي كل الناس يبقى معنى ذلك أن انت هنا مش هتقدر توصل لحل جديد وبالتالي لابد أن انت دايما أي مشكلة قبلك حاول دايما توصلها من زاوية جديدة حاول دايما توصلها من شيء جديد ابحث عن بداء الجديدة ابحث عن حلول جديدة قد تصل بيك إلى حل المشكلة والعامل الرابع من ضمن العوامل المؤسرة في عملية حل المشكلات وهو التحيز الانفعالي التحيز الانفعالي ويقصد به أن ميونة واتجاهاتنا الفكرية تؤثر بدرجة كبيرة في حل المشكلة فالانفعال له تأثير كبير في التفكير حيث يميل التفكير إلى التحيز والوقوع في الخطأ بمعنى أنك لو أخضعت تفكيرك ليه انفعالاتك لميولك لأهواك لاتجاهاتك هيبقى قرار الخطأ دايما خليك موضوعي في حل أي مشكلة ابعد عن الميول والأهواء والرغبات ودايما بص للموضوع من زاوية جديدة طب تعالوا بنا عزيزي الطالب والطالبات ننتقل إلى سؤال آخر تتعدد صور التفكير الهامة اعرض لها احنا عندنا صور التفكير ثلاثة عندنا التفكير الاستدلالي والتفكير الناقد والتفكير الابداعي طيب التفكير الاستدلالي والتفكير الناقد نوعان من التفكير اسمه التفكير التقاربي والتفكير التقاربي هو ذلك التفكير الذي نصل فيه إلى حل واحد صحيح للمشكلة يعني لو انت جبت حل واحد للمشكلة يبقى معنى ذلك ان انت تفكيرك هنا تفكير ايه تقاربي اما لو جبت كذا حل للمشكلة يبقى انت هنا تفكيرك تفكير تابع عودي طب ما تيجي بقى كده نشوف انواع التفكير التقاربي اللي هو التفكير الاستجلالي والتفكير الناقط اولا التفكير الاستجلالي يمكن التمييز في التفكير الاستجلالي بين عمليتين الاستقراء والاستباط طبعا إحنا الاستقراء والاستنبط دولك إحنا شبعنا منهم في المنطق وأكيد معي لما أقول استقراء وما أقول استنبط كل الطلبة في السنوات العامة في القسم الأدبي عارفين يعني استقراء أو استنبط الاستقراء هو عملية بيتم فيها الانتقال من بحث حالات جزئية بحثا تجريبية للوصول لحكم عام يعني إيه برضو استقراء تاني خليك معي الاستقراء والعملية التي يصل فيها الشخص إلى قاعدة عامة من الحالات الخاصة أي الانتقال من الخاص ليه للعام يعني مثلا أقول إذا كان البحث التجريبي يلاحظ أن الفئران كحيوان سدي يلد لا يبيد وكذلك الكلاب والقطط فإنه يصل من المراحزات الجزئية إلى تعميم أن كل الحيوانات السديية تلد ولا تبيض طب ما تيجي نضرب مثال تاني أحسن شوية نقول مثلا لو أنا أقول إيه لو أنا أقول إن الحديد معنى الهتمد بالحرارة والنحاس معنى الهتمد بالحرارة والذهب معنى الهتمد بالحرارة إذن معنى ذلك أن كل المعادة تتمدد بالحرارة يبقى أنا هنا انتقلت من الخاص لمين للعام يبقى الاستقراء معنى أن أنا بنتقل من بحث حالات جزئية بحثا تجريبيا للوصول إلى حكمية إلى حكم عام أما أقول فلان معايا أو مثلا أنا أقولي أما أقول الحديد والنحاس والذهب أعادة تتمدد بالحرارة إذن معنى ذلك أن كل المعادة تتمدد بالحرارة طيب أما الاستنباط بها اللي هو الصورة التانية من صورة الاستدلال الاستنباط عكس الاستقراء ولذلك الاستنباط هو إيه؟ هو العملية التي تتطلب تطبيق القاعدة العامة على الحالات الخاصة أي الانتقال من العام إلى الخاص يعني فإذا كان البحث التجريبي اكتشف أن الخفاش يلد ولا يبيط فإنه يضعه في فئة الحيوانات السديية يعني مثلا أنا بقول أن كل الحيوانات السديية تلت ولا تبيط فالخفاش حيوان سدي يبقى الخفاش يلد ولا يبيط أو بمعنى تاني كما مثلا نحن قد نال مرة اللي فاتت لو أنا بقول مثلا لو أنا ايه في الاستقراء بقول الحديد معنى تتمدد بالحرارة والذهب معنى تتمدد بالحرارة إذن كل معنى تتمدد الحرارة يبقى أنا هنا انتقلت من الخاص لمن؟ لإلعاب ده اسمه استقراء تابهوا الاستنباط أما قولي أن كل المعدن تتمدد بالحرارة الحديد معدن إذن الحديد يتمدد بالحرارة يبقى معنا ذلك المعزائي الطلبة والطالبات الاستقراء عكس الاستنباط الاستقراء منتقل من خاص ليه لعام أما الاستنباط منتقل من عام إلى خاص يعني من قاعد عام إلى حالة خاص تما تيجي بقى نشوف الصورة الثانية من صور التفكير التفكير الناقد يلعب التفكير الناقد دورا رئيسيا في مختلف مواقف الحياة ففي كثير من الأحيان يكون علينا الحكم على مدى الدقة والشمول في الموضوع الذي نقرأه والتمييز بين المصادر الأولية والسانوية والتمييز بين العبارات التي تدل على الحقائق والتي تعبر عن أفكارهم الشخصية والحكم أيضا على مدى اتساق الموضوع وعادة موجود تناقل في داخله أي معرفة نقاط القوة والضعف ما هو التفكير الناقد؟ التفكير الناقد ببساطة أن أي حاجة تسمعها تشوفها تقراها لازم تمررها الأول عليه على عقلك ما تقبلش أي كلام إلا ما تسمعه أو إلا ما تقمرره الأول على عقلك عقلك إبله يبقى الكلام ده صح عقلك ما إبلهش يبقى الكلام ده مش صحيح يبقى معنى ذلك أن التفكير الناقد هو ذلك التفكير الذي نستطيع معه الحكم على مدى دقة وشمول الموضوع الحكم على مدى اتساق الموضوع وعدم وجود تناقل داخلي فيه تناقض داخلي فيه التمييز بين المصادر الأولية والسانوية التمييز بين العبارات التي تعبر عن أهواء شخصية وتلك التي تعبر عن حقاق إذن معنى ذلك أن إنت لو قدرت تعمل حاجة بالدول يبقى أنت صاحب تفكير ناقط دب تعالوا بنا بقى إلى حاجة تانية وهي التفكير الإبداعي التفكير الإبداعي أو بيسمونه التفكير التبعدي وما هو التفكير الإبداعي أو التفكير التبعدي؟ التفكير التبعدي إحنا قلنا أن التفكير التقاربي في أول الحلقة قلت ان التفكير التقاربي هو ذلك التفكير اللي لازم نحصل فيه على حل واحد صحيح للمشكلة اما التفكير التباعدي هو الحصول على اكثر من حل واحد صحيح للمشكلة يعني لو انت حضرتك جبت مشكلة او حليت المشكلة باكثر من حل واحد صحيح يبقى انت هنا صاحب تفكير ايه تباعدي اما لو حليت المشكلة بحل واحد فقط يبقى انت صاحب تفكير ايه تقاربي التفكير التقاربي هو حاجة من اثنين يا استدلال يا ناقد والاستدلال نوعين استقراء وايه واستباط اما التفكير التباعدي هو حل واحد فقط او شيء واحد فقط صورة واحدة وهو اسمه التفكير الابداعي ما هو التفكير الابداعي بقى التفكير الابداعي نلاحظ ان كل من التفكير الاستدلال والتفكير الناقد نتوصل من خلالهما الى حل واحد للمشكلة وهذا النوع من التفكير يسمى التفكير التقاربي إلا أن بعض المشكلات تتطلب الوصول إلى حلول جديدة غير مألوفة أو نادرة أو على الأقل أكثر من حل واحد مقبول ويلعب التفكير الإبداعي هذا الدورة طيب أو بيسمون التفكير التبعدي ما هي سمات التفكير التبعدي أو الإبداعي أو بمعنى تاني ما هي مصطلحة أو ما هي مستويات التفكير الإبداعي هل المبدعين كلهم واحد؟ طبعا لا هل الإبداع كله على درجة واحدة؟ طبعا لا إحنا عندنا هناك مستويات للتفكير الإبداعي أو التبعدي وهذه المستويات ثلاثة مستويات وهو واحد الطلاقة وهي إنتاج أكبر عدد من الحلول المشكلة بس حلول إيه؟ متشابهة يبقى معنى ذلك إن إحنا لو حلينا المشكلة بحلول متشابهة يبقى معنى ذلك إن إحنا صاحب تفكير إيه؟ معنى تبعدي بس أدنى درجات الإبداع وهو الطلاقة اتنين المرونة وهي إنتاج حلول عديدة ومتنوعة للمشكلة يبقى لاحظ بقى معايا كده عزيزة طلب الطلبات الفرق لما نجيب حلول متشابهة للمشكلة يبقى أنت هنا عندك إيه؟ إبداع بس أدنى درجات الإبداع وهو الطلاقة لما تحل مسألة الرياضة بكذا حل متشابه يبقى أنت هنا عندك تفكير إبداعي بس على قده تفكير إبداعي معنى ضعيف وهو ده اللي بيسموه الطلاقة طب لو حلت مسألة الرياضة بأكتر من حل مختلف للمشكلة يبقى لو جبنا أكتر من حل مختلف للمشكلة يبقى أنت هنا صاحب تفكير إبداعي بس متوسط وهي المرونة أمال بقى أرقى درجات التفكير الإبداعي وهي الأصالة وهي إنتاج حلول نادرة وغير مقلوفة للمشكلة يعني لما تجيب حلول نادرة وغير مقلوفة للمشكلة يبقى أنت هنا صاحب تفكير إبداعي وهو أرقى درجات التفكير إبداعي يبقى لاحظ معها كده عزيزة طلبة الطالبات أن احنا عندنا ثلاث مستويات لتفكير الإبداعي الطلاقة وهي إنتاج حلول متشابهة للمشكلة المرونة وهي إنتاج حلول عديدة ومتنوعة للمشكلة الأصالة وهي إنتاج حلول نادرة وغير مقلوفة للمشكلة يبقى إذن معنا ذلك عزيزة طلبة الطلبات أن الإبداع والتفكير الإبداعي مستويات طيب ما تيجي بنا بقى لسؤال آخر عزيزة طلبة الطلبات وهو يلعب التفكير الإبداعي دورا هاما في مختلف مواقف الحياة ولا يقتصر على المبدعين من العلماء والفنانين والأدباء ففي أي موقف يتطلب إعادة تنظيم أفكارنا ويدرك علاقات جديدة بينها لابد أن يكون للإبداع دورا واضحا فيها وهو في ذلك شأنه شأن التفكير الناقد والتفكير الاستدلالي الذي يجب أن نمارسه في مواقف حياتنا اليومية يبقى معنا ذلك أن التفكير الإبداعي له أهمية كبيرة وبرضه يستخدم التفكير الإبداعي في حياتنا اليومية إزاي؟ تعال نشوف يتضح أهمية التفكير الإبداعي في حياتنا اليومية إذا أشرنا إلى المرونة خاصة ولقد أكدت نتائج البحوث في علم النفس أن تمسك الشخص عند حل أي مشكلة بالطرق غير الفعالة أو التقليدية هو أحد المصادر الرئيسية للفجل في التفكير من مختلف الأنواع بينما الشخص الذي يفكر بكفاءة وفاعلية يميل إلى البحث عن بدائل ومن العوامل التي تؤدي إلى جمود التفكير أن تسيطر على الحل بعض الطرق التقليدية المتواترة ثم أن تحل مسألة الرياضة أو تحل لغز ميكانيكيا أو تفكر في الإجابة على سؤال غير تقليدي في الامتحان باستخدام الطرق التقليدية تم تيجو بقى بين عزيزة طلبة طلبات ننتقل إلى سؤال آخر عن درس آخر وهو أسس الاستثقار الفعال تعالوا لو تكلمنا عن أسس الاستثقار الفعال تعالوا ناخد السؤال دا كده الانتباه من أسس الاستثقار كيف نحصل عليه نحصل عليه بخمس طرق ولذلك أنا عزيزة طلبة الطلبات خد الدرس دا على أنه تضيق يعني طبقه في حياتك عشان تعرف تذكر كويس لازم تلتزم بهذه الخطوات الخمسة طيب تعالوا نشوف بقى الانتباه دا من أسس الاستثقار بنحصل عليه إزاي أول حاجة له دور هام في تحسين طرق الاستثقار ويتضح وينصع الطلاب بالآتي أول حاجة تخصيص وقت معين للاستثقار والالتزام بذلك مثل الحرص على النوم أو الأكل في موعيد معينة دا بالشرط الثاني اتنين تخصيص مكان محدد للمذاكرة والبعد عن أماكن النوم طيب يبقى معنى ذلك ان تاني حاجة انك لازم تحدد مكان محدد ومخصص للإستثقار ويفضل أن يكون بعيدا عن أماكن النوم والراحة طيب تالت حاجة بقى تالت حاجة بذل المجهود البدني أثناء الاستثقار طب يعني إيه المجهود البدني زي مثلا تحرك الجسم بين الحين والآخر والجلسة المعتادلة يعني معنى ذلك حرك وضع جسمة كنت بتذاكر ما تقعدش قاعدة واحدة ليه؟ لأن القاعدة الواحدة بتصيب العضلات والأعصاب بالارتخاء وبالتالي لما عصابك ترتاخي يبقى حتبدأ تحس ان انت عايز تنام لا حرك وضع جسمك نشط الدورة الدموة بتاعتك قوم تحرك خد الكتاب ومشي به في قلب القوضة مثلا معي لو انت بتذكر مثلا على المكتب حرك وضع الكرسي حرك وضع جسمك يعني ما تقعدش قاعدة إيه؟ قاعدة واحدة رابح حاجة بقى من ضمن أسس الاستذكار أو الانتباع وهي التدريب على الاستذكار في الظروف المتغيرة لمواجهة أي ظروف طريقة يعني ايه برضو؟ يعني معنى ذلك أعزاء الطالبات ما تعودش نفسك على تقوص معينة أسنان المذاكرة واحد يقولك أنا بتعود أذاكر في هدوء دائم الله طب نفترض أن حصلت ظروفه عندك امتحان مهمة بكرة حصلت ظروفه عندك مثلا هيصة في الشارع أو في الحارة هتعمل ايه؟ طب عندك مثلا فيه ناس متعودة أن هي تذاكر في ضوضاء أو مشاجر مزيكة مثلا طب نفترض أن النور طافي مثلا وإنت ما عندك شيء وعندك امتحان الصبح يبقى معنى ذلك أنك لازم ما تعودش نفسك إلى حاجة على حاجات معينة تقوص معينة لمواجهة أي ظروف طارقة أي مواجهة ظروف ايه؟ طارقة وبالتالي معايا؟ التعاون على الاستذكار في الظروف المتغيرة عشان تقدر تواجه أي ظروف هي طريقة أو ظروف طريقة مثل التعود على الأماكن الهادئة دائما قد يجعل الفرد عاجز عن التكيف في الضوضاء حتى يضطر إلى ذلك أما خامس العوامل فهي التخلص من المشكلات النفسية وعدم التركيز عليها أثناء الاستذكار وبكده عزيز الطلبة والطالبات نكون قد وصلنا معا إلى نهاية حلقة اليوم متمنين أن تكون الأمل الذي تنتظره مسلمنا الحبيبة ويطل على ضفاف نيلنا آياته وترفرف على أرضنا الحبيبة تراياته وتملأ بيوتنا أفراحه وبساماته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة